مرحبا حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في الحياة الواحد بيكون فخور وهو بيتكلم عن مجموعة من الشباب ادروا اللي هم يغيروا مفهوم السياسة بشكل عام والفكر السائد لدى الشاب السياسي في مصر الشباب دول هم أعضاء تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي ما فيش أدنى شك ان تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ادرت خلال فترة قليلة ان يكون لها تأثير وقوة حقيقية على الساحة السياسية والأرضية المصرية تحديدا وده ظهر بشكل كبير بعد ما شفنا الاستراتيجية الجديدة اللي استحدثوها من خلال لجان مختصة اللجان دي مختصة بالنواحي السياسية والاجتماعية والفكرية تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين رصخت لمفهوم استثنائي في العمل السياسي والعمل الخدمي كمان وقدمت مفهومها الأكبر وهو سياسة بمفهوم جديد هنتكلم بتفاصيل كتير عن التنسقية ايه هو الحلم اللي قدر خلال أربع سنين انه يكون حقيقة وتعمل رقم حقيقي ودور فاعل في المعادلة السياسية المصرية مع ضيوفنا اللي منورنا النهاردة الأستاذة مرسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين أهلا بك أستاذ مرسيل وأيضا النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين أهلا بك أستاذ مرسيل أهلا بك أستاذ مرسيل صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم أستاذ مرسيل يعني ننحازل الطرف النسائي ونبدأ مع اللي النائبة مرسيل في البداية لو نهاردة بنتكلم على أربع سنين تنسقية وأنتم مقبلين على السنة الخمسة لو قفنا من مكاننا هذا ونظرنا إلى التنسقية ما قبل أربع سروات إيه اللي تغير إيه اللي حققتوه من أهدافك وطموحاتك اللي بدأتو بيها بس هو الميزة الهمة في التنسقية أننا بنشتغل بروح واحدة كلنا بنتعاون وفي كدف بعض يعني أنا والنايب أحمد فتحي حتى لو إحنا مختلفين الإطار الإنساني والعاقات الإنسانية ربطانا ده كان الأساس بتاعنا التنسقية من 2016 ده ممكن مش الأساس ده دل البعض راهن في وقت من الأوقات أنها هتفشل بسبب أنه التوجهات الأيدولوجية المختلفة إحنا توجهاتنا الأيدولوجية المختلفة أنا هدخل في الجزء الاختلاف الأيدولوجي بما أن أنا مختلفة أيدولوجيا مع كتير يعني في 2016 كانت فكرة ما اكتملتش لحد ما تم إعلانها في 12-6-2018 وكانت تأسست الكهان الجميل ده في 19 حزب سياسي وعدد من الشباب السياسيين ومع الوقت ابتدت تتطور ابتدت الناس تشوف أنه في حالة تتعامل فيهم أنا أحكي عن تجربة صغيرة كده أنا أول مرة أدخل دخلت التنسقية ده كان في آخر 2018 ديسمبر 2018 ده كان ساعة منتدة شباب العالم التاني وأنا رحت كمية شغل وكمية ورش بتتعامل وأنا عايز أشتغل مع الناس كلها أنا حبيت الحالة الشباب بيعود مع بعضه محاور ومواضيع مختلفة من الصبح مثل سبعة الصبح في ناس قاعدة بفتحة اللاب توبس بتاعها والورق بتشتغل عشان تقدم مصر بصورة عظيمة جدا وقوية جدا قدام شباب العالم كله فالفكرة كانت نفسها كانت مبهرة وأنا من بره تخيل بقى لما الواحد دخلها وبقى جزء من ورش العالم والخلايا دي اللي شغالها 24 ساعة لا في حالة وروح من التعاون والتكامل بيننا وبين بعض يعني ربنا يدمها علينا وربنا يدمها علينا وانت زميل لنا يعني وربنا يدمها علينا ودائما كده نكون سند لبقى الاختلاف الأيدولي جي بقى أنا يسار وليا رأيي يعني أنا حزب بنتمي الحزب التجمع وهو حزب يساري ومعارض وبيكل رأي أحيانا مختلف عن رأي الأخرين صحيح ما فيش حد بيقول لحد ما تقولش رأيك أو موقفك السياسي ولا يقول شيء دي ميزة التنسئية إذا كان فيه أراء متعددة كلنا بنقول أراء يعني ساعة التعدلات الدستورية قامت التنسئية بعمل حوار مجتمعي وفي هذا الحوار وهو الحوار الأشمل اللي اتعمل بخصوص التعدلات الدستورية في 2019 كل واحد أرأي محدش حجر على رأي حد اللي شايف أن القائمة النجبية هي النظام الأمثل في كل الأحزاب المصرية ومع كل النخب واخدت رأي الناس كلها بلا مزايدة أو يعني تغيير رأيك هو ده اللي تحط لما كان فيه تعدد في الأراء كلنا قدمنا تعدد الأراء ده وإنه هو ده حالة من المداخ الصحي اللي موجود جواه مصر إنه يبقى فيه تعدد الأراء حتى جواه المجلس يعني جواه المجلس أنا بقول رأيي وآخرين حيانا بتلاقي في قانون واحد أعضاء التنسئية بعضهم رفضوا بعضهم قابل القانون وتبقى يعني الناس دي بتعمل إيه لأ إحنا بنشتغل مع بعض الوطن بيجمعنا لكن في نفس الوقت الأراء بتاعتنا وتوجهاتنا ما فيش حد بيحجر عليه كل واحد بيقول رأيي عاوز برضه أضيف الجزئية الخاصة بحالة التوافق على التعديلات الدستورية ما بين مؤيد ومعارض داخل التنسيقية كان القرار اللي إحنا هندعو الشباب للنزول للإدلاق بأصواتهم سواء كانوا نعم أو لأ وتجربة محمد موسى لأي محافظ المنوفي بص إحنا اللي طالعين من عندنا أو الشباب اللي قرج من عندنا وتم تمكينه في أماكن هو مش متمكن كده لا متمكن لأنه كفاءة صحيح ولأنه اشتغل عن نفسه يعني رغم معارضته للتعديلات رغم أنه هو معترض للتعديلات يعني وكل الناس كانت بتشيط بالجلسة وكلام الشباب ساعة تمكونا في قاعة مجلس الشيوخ وشباب التنسيقية قالوا رأيهم لأ الناس كنت عاملة كده إيه العظمة اللي بتتقلمن من مجموعة الشباب دولا هذا كان في 2019 خذ بالك إن إحنا بدنا 2018 سنة واحدة 2019 وكان فيه كوادر موجودة وكوادر بتتحدث ونصبت تطور من نفسها في سنة واحدة فإحنا بأربع سنين تخيل يعني كمية الترقم الخبرات والتكامل يعني أنا بتكلم في المشروعات أنا باشتغل في ملف المشروعات لما بوص حاجة في التضامن بعمل إيه برفع تليفوني أنا مش فاهم الموضوع ده طب فاهموني أو مش فاهم مادة القانون دي الروح دي هي اللي بتبني حالو إنه كمان أنتو من الوشوش اللي كانت معروفة من قبل كده من قبل حتى التنسيقية في حتى المجالات الخدمية يمكن المجتمعية وحتى الخيرية يمكن أحمد وإنسي كمان يا مرسل كان لكم دور كبير يعني من بعد كمان التنسيقية بقى في حاجات جديدة إحنا بقينا نسمعها أنا عايزة أتكلم بالسان المواطن اللي بقى إيه مش عارف قوي يعني عايزة أفهم منكو أكتر أبرز اللي كان يمكن اللي استحتلستها التنسيقية خلال المرحلة الأخيرة كانت إيه هي وإيه اللي حصل فيها إيه الجديد فيها أحمد أنا بالنسبة لي الأول صباح الفل على حضراتكم على السادة مشاهدين إحنا في التنسيقية شغالين بشكل يعني الموضوع كله بيتم من خلال سيستم السيستم ده بيبقى عندنا السيستم حد من الإي تي وهو عضو مجلس شيوخ النائب علاء مصطفى وعنده الخبرة المحترمة إزاي يقدر يعمل السيستم كل الناس تقدر تمشي عليه بمعنى إيه أنا دلوقتي عندي زيارات نزل أعمالها مين اللي بيشوف الكصة إحنا عندنا عشان تبقى برضو المشاهد عارف إزاي التنسيقية بتشتغل على الأرض عندنا حاجة اسمها مجلس أمنا مجلس أمنا دول بيكونوا هما اللي موجودين كستة نواب محافظين ستة نواب محافظين بيقعدوا مع التنسيقية ككل فعندنا أمين سر للتنسيقية وعندنا أمين سر لتكتل النواب والشيوخ وعندنا حاجة اسمها لجنة المنصقين اللي جان دي بتعمل إيه والبورد اللي فوق ده بيعمل إيه وفكره بيقدم إيه للمواطن أنا دلوقتي زلت رحت عملت سياراتي كوكينا عن التضامن اجتماعي لأكتر من دور مسنين دور المختربات وي 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 التنسيقية تعرف منين مش على السوشيال ميديا تعرف منين أن أحمد راح عمل الزيارة الزيارة دي كانت تفاصيلها واحد اتنين تراتة لقى فيها إيجابيات لقى فيها سلبيات سيستم متابعة والرصد بالضبط المتابعة والرصد ده أساس اللي موجود في التنسيقية طيب هل دي لجنة الوحيدة اللي موجودة داخل التنسيقية لا عندنا حاجة اسمها نادي المدربين كان زمان اسمه لجنة التدريب والتطوير بقى دلوقتي اسمه نادي المدربين ايه هدفه نادي المدربين ما أسهل لو كنا بنقول ان احنا نختار الناس اي حد يكون بيقول انا بفهم سياسة اقول له اهلا وسهلا بك تعال نضم للتنسيقية لا طبعا التنسيقية ما بتعملش ده التنسيقية بتعمل اختبارات بتقيس اول واحد مش معلوماته السياسية بتقيس اول حاجة اسمها الجدارات والقدارات والكفاءات الكفاءات بتاعته ان هل هو فعلا متخص لقرار ولا لأ هل هو صاحب رؤية ولا لأ هل بيتققل مع ظروف بتعقد الاختبارات دي قبلك عملية اللجنة احنا اتفقنا مع احسن شركة موجودة في العالم شغالة على حاجة اسمها اكتشاف المواهب الفكرة ده جي منين شركات الكوربريت الكطاع الخاص بيحققوا نجاحات عشان بيختاروا الموظف الكف في المكان المناسب لياه بيكون من خلال مش عملية انترفيوات فقط لا ده تقييم الكتروني حتى ما بسموهم تالنت بالزبط هي الادارة اسمها تالنت مانجمت اكتشاف المواهب وادارة المواهب طب ده بيحصل ازاي احنا الشركة لما تعاقدنا معاها بقيت تقول لنا انتوا عايزين تاخدوا الكفاءة بتاعة الكيادة هيبقى تحتيها اكتر من كفاءة اللي انا بعرفه ان الشخص بيخش يعمل التقييم الالكتروني فبيطلع للريبورت هدف الريبورت ايه عشان حتى المواطن عايز يعرف لما حتى تعاقدنا مع الشركات وبنعمل تدريبات كتيرة ايه الهدف منها والله ما اسهل ان احنا نحط شخص ونقول ده عنده معلومات سياسية رهيب وحتى كمان معلومات سياسية دوليا ما شاء الله ما فيش احسن من كده سينزل على الارض مش هلاقي حاجة ما سينزل على الارض المواطن مش عايز معلومات سياسية فقط عايز يقولي انت متخد امضيلي على الورقة دي بعد ايذن حاجة حللي مشكلتي فهل الشخص ده هتقادر يحل المشكلة ولا لا كل ده انا عرفه منين من ريبورت بيطلع لي تقرير مفصل عن الشخصية من روح من نتوجه لحد حاجة اسمها نادي مدربين نادي مدربين ما شاء الله كلهم منجودين اعضاء من التنصكية واحنا بنتشرف فيهم عشان الخبرات اللي عندهم في كل المجالات سواء بقى سياسية اعلامية حاجات ادارية كل ما يخص عالم التدريب منجود عندنا في نادي مدربين طيب الناس دي بتوصل المعلومة ازاي من خلال الريبورتات والتاقيمة طيب برضو هيفدي الدولة في ايه لما الدولة الفترة الجاية تقول والله احنا عندنا ترشيحات ليه محافظين نواب محافظين معاونين محافظين او وزراء ان شاء الله في يوم الايام او نائب وزير او اي منصب تنفيذي في الدولة اعرف نقاط القوة والضعف للعضو اللي نقول عندي مش الشخص داوت كويش وخلاص لا انا بدي له ريبورت مفصل الشخص داوت ليه تنسيقات رشحه ويبقى في الموقع التنفيذ الدوت ان شاء الله الفترة الجاية فازاي العملية دي بتدور عندنا لجنة اسمها التنظيم ما اقدرش النادي المدربين دا يشتغل لوحده في التعاون مع اللجنة مهمة جدا اسمها لجنة التنظيم ازاي يقدر يبعت الرسائل للسادة الاعضاء الجدد السادة المدربين عشان يقدروا يجر يعملوا العملية التدريبية كمان الزيارات المختلفة اللي بنعملها داخل الجماعات عشان نقدر نتواصل مع شباب الجماعات كل دا بيبقى فيه روح التعاون المثمرة ما بيننا وما بين بعض عشان خطر فعلا ما يبقاش الموضوع حصل تمكين حقيقي الشباب والتمكين حقيقي الشباب دا ممكن في لحظة يقع لو ما فيش سيستم في لحظة يقع لو ما فيش تعاون مثمر ما بين اللجان والتنظيم لما بيشتغل مع اللجان الاخرى عندنا اللي لازم الناس تعلن عنه اللي هي اللجنة الاعلامية فلما اللجنة الاعلامية تعلن عن ان النادي مدربين بيعملوا احسنين تلاتة ان في زيارات مختلفة عندنا حاجة مهمة جدا اسمها لجنة البروتوكولات ايه لجنة البروتوكولات وناس كتير تقولك ازاي تنسقية شباب الاعزاب والسياسين تروح تمضي بروتوكول تعاون مع التضامن الاجتماعي مثلا انتم مفروض الجهة الاصل انتم عندكم 48 نائب 32 في مجلس النواب 16 نائب في مجلس شيوخ الاساس متاعكم التشريع واركابي فانتم كتنسقية راحين تعملوا بروتوكول وعملين لجنة البروتوكولات اه طبعا ليه عملينها برضو عشان المواطن يبقى عارف انا ما اسهل معي ان انا انزل رائب واعمل ادواتي ببرلمانية في البرلمان واقول ان فيه مشكلة حقيقية بس اتحلت في خلال قد ده الغرض من البروتوكول لما عملنا مع التضامن الاجتماعي وعالنا مع معي وزيرة التضامن ونضحنا له وطلع احنا كنواب عن التنسقية واعضاء في التنسقية رصدنا واحد اتنين ثلاثة عند حضرتك في الوزارة هيتحل في خلال وقتها دي فالتعاون المسمر ما بيننا خلقنا مبادرة اسمها كلنا بنساعد والهدف الحقيقي منها ان انا اقدم جودة محترمة وفي وقت انما الناس كانت بتقول زمان ان انا كنت باعد بالمشكلة بتاعتي بالشهر وفي ناس بتوصل بالسنة والسانتين ومشكلة ما بتتحلش بقى الحمد لله في مبادرة محترمة بين الكيان التنفيذي ممثل في التضامن الاجتماعي وكيان سياسي ممثل في التنساعد ميكا طعب فكر ان لازم يحصل كل ده يعني ميكا طعب فكر اه اوكي كلكم مع بعض انا اخد كلمة مهمة زميلتي النائبة مرسال قالتها قالت والله التعاون ما بيننا ومن بعض رغم ان في معارضة وفي مؤيد احنا دايما بنقول هو اللي بيعارض هو بيعارض لصالح الناس مش بيعارض من اجل المعارضة واللي اكتر من ده احنا برضا عشان نبقى مشاهد شايف كل الحالة بتاعت التنساقية واحنا جوا في المجلس احنا عندنا هيئة مكتب الهيئة المكتب قبل ما احمد فتحي او ان امام مرسال تطلع تقول الكلمة بتاعتها في المجلس بيبقى في حاجة مهمة جدا ان احنا بندرس الكلمة عشان مدى تأثرها لما تنزل على صفحات المواصل التواقع التواصل والتطلع ايه اللي هيحصل فيه فتخيالي حقيقي السيستم متاح للكل السيستم مهم لكل واخيرا ان انا اقدر اقولها بالنسبة للجنة التدريب والتطوير انا يعني دايما بقول ان اللجنة دي اتدت في شخص عظيم اسمه النائب احمد زدان رحمة الله عليه كان نائب عن الفصل التشريعي الاول وده الجميل في التنساقية ان احنا تعلمنا كلنا نتعلم من بعض فعملنا حاجة اسمها نواب تفيد نواب وحضرتك طبعا يعني شاركت معانا بخبراتك فيها ونواب تفيد مكاتب نواب فتخيالي يا بسانت الرابطة دي لو ما فيش روح ما بين الشباب فريق وان احنا كل واحد يقول لا انا اشتغل فيش حاجة اسمها النادي مدرجي ما بشتغلش واحده ده فريق عمل ميزة التنساقية تحديدا مع النائب احمد فتحي هي ما فيش نوع من انواع الانا زي ما حالك تقول او النرجسية هو فيه تكامل فيه كل عضو موجود عارف دوره كويس ايه من خلال سيستم موجود يمكن حاجة ذكرت زميل واخ فاضل النائب احمد زيدان رحمة الله عليه وايضا النائب علاء مصطفى وازاي بيقدر يساعد كتكنولوجي هي ده فكرة التكامل انا لو عاد تقول اسميهم كلهم عناخد وقت كبير اكيد طبعا كلهم عظماء وكلهم بيفيد كلها جهود ذاتية تطوعية وكلها جهود ذاتية وتطوعية في المقام الأول والأخير لكن هروح هنا لمعلن نائبة مرسيل وحضيك أمينة سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عاوز أعرف يعني من الاستراتيجية الأخيرة اللي تم الإعلان عنها في بداية العام الحالي أطلقتم أيضا أو استحدثت لجنة الحوار السياسي أهمية هذه اللجنة وفادة ايه أو ايه اللي ضافته للتنسيقية في الهيكلة الجديدة اللي أعلنتوها وهو مخرجات لجنة الحوار السياسي عظيمة جدا اللي بيدلوها وقائمين عليها شباب كفاءات ومحايدين على فكرة يعني مش منحزين لطياربعين ويعني المسؤولة عن اللجنة زميلة عزيزة لنا فمستقلة ففيه عاملة توازن في الرأي والرؤية السياسية اللي بتتكتب والصياغات اللي بتتعمل عاملة حالة بالموضوعات اللي الدولة مهتمية به يعني الشأن العام والشأن السياسي وقضايا المصارى دايما بتنعكس في لجنة الحوار السياسي دايما بقى فيه عندهم مواضيع يتكلموا فيها وحاجات تتحلل ففكرة وجود لجنة حوار السياسي دي فكرة عظيمة بس أنا عايز أقولك التنسئية كلها هي حالة سياسية يعني وليست فقط اللجنة هي حالة سياسية وحالة دائمة عشان الناس ما تفتكرش ان احنا بنقعد نتكلم في السياسة ساعتا ما بعدين في اجتماع لا الموضوع ده مستمر 24 ساعة يعني القضايا القضايا الوطن وكل القضايا اللي بتمث بتمث مصر من الخارج أو من الداخل دايما على مائدة التنسئية ودايما بنتناقش ودايما بنسأل بعض في حاجات ودايما بنكمل بعض بنحس المعلومات عشان خاطر الكادر أو الشاب العضو التنسئية ده هو نموذج متكامل للشاب السياسي اللي حنا بنحلم ان كل الشباب المصري يبقى زيهم وعاشمنين يعني بمستقبل كل الشباب المصري ياخد فرصة وينضم ويبقى جزء من خلايا النحل وخلايا العمل اللي احنا شغالين فيها فالسياسة هي محور الأساسي للتأسس التنسئية أصلا يعني احنا كيان سياسي فالسياسة هي مستمرة وفي نقاشنا اليوم يودعنا فأين محور يعني أنا في الجزء بتاع المشروعات أو في الجزء بتاع الصناعة أو في لجنة الموضوع سياسي بنتكلم عن سياسات بنتخرج ورق سياسات بنتكلم السياسة في المنقام الأول والأخير هي نبض الشارع يعني انتم بتتحدثوا سياسة لكن من منطلق نبض الشارع الشارع عاوز الشارع بيتكلم فيه ايه حالة الغليال اللي موجودة في الشارع تجاه أمر بعينه عشان كده أطلقنا حمل الأزمة الاقتصادية اللي احنا بنمر به يعني سوها نعدي دي ما هو ده احنا شايفين ان فيه أزمة اقتصادية أزمة اقتصادية عالمية ولها نعكس على الداخل فلازم نشتغل مع بعض سوها تعدي بس عشان برضو نحط المشاهد في الصورة سوها تعدي هي آخر الحملات التي أطلقتها تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين للتوعية بالأزمة الاقتصادية الحالية وكيف نتضامن سويا للخروج منها الحلوة مرسل انت كمان قلت انه كل ده بجهود ذاتية هنروح لفاصل وعندنا سئلة كتيرة قوية لكم لكن هنجاوب عليها معكم بعد الفاصل مشاهدين الفاصل سريع خليكم معنا ونرجع لكم بسرعة طيب رجعنا لحضركم تاني من جديد عند رأسئلة كتيرة جدا منوارنا في الستوديو اتنين نواب في الحقيقة شباب النايب أحمد فتحي والنائبة مرسل سمير أعضاء في تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين في الحقيقة يعني أنا فرحانة بيكو قوي جدا يعني كنت راجع السؤال على طول يعني إزاي بتنقشوا الملفات أنتو شباب كمان فإزاي ده حلو للبرلمان أنه يبقى عندنا نواب صغيرين في السن شباب قادرين أنهم يبقوا عارفين كويس قوي إيه اللي حصل في الشارع الشباب عايزين إيه إيه أفكارهم إيه طموحهم أحلامهم أغلبية رأي أعوزنا منها نواب جدد وده تحدي صعب جدا يعني فلما بتيجي أول مرة تنقشي الموازنة مثلا أو أول مرة هتتكلمي عن الحسابة الختامية الموضوع بيبقى مرعب يعني موضوع مش سهل يعني موضوع مرعب الميزة بقى عندنا أن إحنا بنرجع للكيان التنسئية كله للزملاء بنستشير بعض في الحاجات اللي إحنا مش فهمنا يعني أنا بقول أنا أددتكم نموذك أن أنا موزارة التضامن أو ملف التضامن في حاجات أنا مش فهمها فيه أنا بتاعة أرقام وطريد أنا لست بحل التجارة وكده فمش فهم حاجة فبروحني مين بروح للنايب أحمد فتحي أقول له أنا معي مثلا القانون الفلاني أو أنا مش فهم المشكلة دي تتحل إزاي طب الأزمة تتحل بقى طب الأدر القبائل الأمثل دي هليه صحيح فكرة أن النواب التنسئية للشباب دولة اللي أول مرة يخشوا يعني بيسألوا والسؤال ده حاجة عظيمة جدا على الفكرة ثقافة أنك تسأل حد وتقول أنا مش عارف أو أنا مش فهم النقطة دي فهمهاني دي موجودة عندنا يعني الـ 32 نائب في مجلس النواب كمت التواضع وبداية دخولك وكمان يا معالي النائبة مرسل كانت فكرة استحداث لجان بنفس اللجان اللي موجودة داخل مجلس النواب علشان خاطر تمدكم وتساعدكم بالمعلومات وفكرة التأهيل يعني أنا كنت قبل المجلس اللجان للمنتديات والأكتماعون الشغل بتاع اللجان ده كان شغل جميل جدا بس احنا كنا عددنا محدود ما كانش العدد العضوية وصل للمستوى اللي هو فيه دلوقتي لكن شغل اللجان ده كنا بنتطلع أوراق للتضاون كنا بنتطلع مشروعات قوانين كنا بنتطلع مقترحات بمشاريع تتعامل بحاجات تموية تتعامل ده جهد ذاتي طول ما احنا عادين بنقدم ورق في قضية مصر بتكلم فيها ما احنا بنقدم ورق هنقدم ورق ده ازاي ما احنا بنقعد مع بعض وبنذاكر وبعدين فيه ميزة حلوة قوي أنا والزميل أحمد وحضرتك اشتغلنا مع بعض في حاجة انت را تطلع تتكلم بسيحة شغالين مع بعض فيها حاجة هتلاقينا كلنا تجرود ازاي في كتفك يعني كذا ساعة كان فيه مقتور قدام الرئيس وحصل موقف عن الزميل علاء خرج برقاع وزميل أخذ دخل مكانه وقدم نفس الفكرة قدم نفس الفكرة بنفس الجودة بنفس الكفاءة وكان الزمل اللي وراب يسندوه صحيح دي الحالة والروح اللي موجودة بيننا وبين بعض في التنسيقية جوه المجلس الروح دي موجودة وفكرة ان انا بستعين بالاخرين وبسألهم دي موجودة احنا بقى عشان تجربة جديدة برضو في نواب كبار ومن أصحاب الخبرات يعني هم مبسوطين قوي الحالة دي مبسوطين ان البرلمان فيه فيه نواب شباب فبيساعدوني يعني لما ببقى مش فهم حاجة ما فيه حاجات لها علاقة بالخبرات البرلمانية السابقة لازم ما استفيد منها البرلمان ده مدرسة ومدرسة عائقة هو موضوع تراكمي أيضا اه وموضوع تراكمي وفدنا اكتر الزميل احمد الله يرحمه وحمد زينان الله يرحمه ونائب الزميل طارق لان هما كانوا اعضاء في الفصل التشريع الاول كانوا اعضاء في الفصل التشريع الاول فاحنا كنا داخلين اجانب ماليش سريمة كنا داخلين كده يعني هنعمل ايه فالولا ان احنا دينا زملاء وقفوا معنا وسندونا في الاول وقالوا لنا الدنيا بتتعمل كذا وادواتك رقبية بتستخدمها بالطريقة دي وحنعمل كذا والموقف ده بترد عليه بالطريقة دي ما كناش هننجح واحنا يعني انا شايفا النواب التنسيقية الشباب يعني حتى لو انا مش عضوة فيها لا عاملين نموذج عظيم عجبني اوي حالك التلقائية الشديدة اللي انت بتتكلمي بيها لان اي حد سياسي بيشوف نفسه اللي هو انا سياسي ومفوه ومخضرب ولازم اعود اللي انا اتعالى وتتكلم من فوق ولأ وازاي وانا كان عندي اصلا كان عندي خلفية برلمانية قبل ما ادخل المجلس وابتدي اللي انا اشتغل انا مش شايف ده خالص انا حاسس اللي انا يعني والله فعلا قاعد مع اتنين اصدقائي قاعدين في نادي يعني الموضوع بسيط جدا بالنسبة لك شباب وعلشان كده يمكن الشباب انتو اثرتوا فيهم بتجربة التنسيقية تحديدا واصبح في حالة في الشارع يعني الكل يتهافت وكل عاوز يدخل التنسيقية من كتر ما هو شايف الروح من كتر ما شايف التضامن اللي موجود ما بينكو وما بين بعض وقبل ده كله تجرد الذات يعني معالي النائبة مرسيل قالت ان الفكرة مش مهم مين اللي قدم الفكرة المهم ان صوتنا وصل بالشكل اللي احنا عاوزينه ووصلنا الرسالة بتاعتنا ده يخلينا روح ليك معالي نائبة احمد فتحي واسألك سؤال في ظل التحديات اللي موجودة والطموح والحلم اللي بيكبر وانتم مقبلين على السنة الخمسة ايه اللي جال اللي ممكن تستحدثوها او ايه رؤيتكم للمستقبل فيما هو قادم هي الفكرة يعني عايز اقول لحضرتك احنا مش عايزين نعمل يا حيات رئيس نادي مدرب التنسيقية عفوا مسؤول النادي مدرب التنسيقية فالنادي ده انا بشوفه اللي هو المخ او العصب اللي بيبتدي اللي هو يأهل حسب الاحتياجات اللي مطلوبة في السوق بالزبط ايه بقى اللي انتم بتطمحوا ليه اللي احنا نطمح ليه اللي احنا نتواصل فعلا مع كل شباب جماعات مصر وهي حصل يعني التنسيقية هتبقى منجودة في كل جماعات مصر الفترة الجاية ليه احنا الرئيس كان بيخاطب المجتمع المصري في كلمة واحدة دايما بيقولها لك الوعي احنا عندنا انجازات كتيرة جدا وديه معركة الحالية الفترة اللي فاتت طب الانجازات ديه توصل كام واحد فابتدينا نخلق حاجة اسمها نموذج محاكاة ايه نموذج محاكاة نموذج محاكاة مجلس الوزر نموذج محاكاة مجلس النواب الشيوخ كمان نموذج محاكاة مش لدور فقط لغير الاتحاد الاوروبي الـ United Nations الحاجات دي كلها لما التنسئية بنادي المدربين وينزل ويدرب الشباب يعني ايه حكومة صحيح عندنا كام وزارة الوزارات بتعمل ايه في المجتمع دورهم ايه هتلاقي ان الشباب دي بتقول ايه ده لا انا عايزة اتعلم اكتر انا نفسي يبقى في يوم الايام زي الشباب دي ازاي الشباب دي قدر توصلت معشان احنا في يوم الايام قدرنا بس كنا بنحاول نعلم نفسنا وبالنسبة اللي احنا نعلم نفسنا احنا ما دخلناش المجلس ان احنا نقول ان احنا سوبر في كل حاجة بالعكس انا عندي رئيس لجنة تضامن النائب عبهادي القصبي راجل محترم جدا وعنده خبرات كبيرة جدا بستفيد ويتعلم منه الحاجات اللي بستفيدها بنرجع نفيد بيها زميلنا زميلنا عندهم معلومات محترمة جدا برضو بيفيدون فهي كلها بنفيد بعض بس هرجع للحتة المهمة احنا رؤيتنا ايه لازم نتواصل ونبين نحطها تحتيها مليون الف خط بفكرة ان الانجازات اللي الدولة المصرية بتعملها لازم الشباب بيشارك فيها ولازم احنا نشوف افكار الشباب في اللي جاي فلو احنا ما عملناش ده عايز اقول له حقيقة مهما قعدت تعمل وانجازات وتشتغل على ارض الواقع وهي مش وصلة لأكبر عشان الشباب مش كلهم بيتفرجوا على الاعلام طيب غير مع الاعلام احنا بنعمل ايه ترك الابواب على الجماعات وبنعمل بروتوكولات مع الجماعات عشان خاطر لازم تركتم الابواب في المحليات بالزبط احنا عملنا الدور ده في المحليات ومازلنا شغالين عليه وبرضه سريعا عشان مش هدي بعارف وزي ما حاكت بدور ايه المحليات احنا عندنا عصب الدولة في الانتخابات القادمة للانتخابات المحليات فنادي مدربين راح اكتر من محافظة ومازلنا شغالين على الموضوع ده ان بنخلق كوادر شبابية جديدة بنعمل لهم يعني ايه محليات في مصر بنعمل لهم مقابلات شخصية عشان نبقى عارفين سابقة الاعمال يعني مثلا انا كنت اعرف فسانت من خلال عملنا في المجتمع المدني طب المجتمع المدني ده كم واحد بيشتغل في عملية المجتمع المدني فلو حد يشتغل في المجتمع المدني هيقدر يبقى لي دور قدام ان انا عندي رؤية في موضوع الكمامة موضوع الطرق ما يخص بند المحليات هيبقى الشخص لو هو مش مشارك في انشطة طلابية او مجتمع مدني لا ما يستحق لانه يخش المحليات ده بنقيسه ازاي نادي المدربي والسادة النواب اللي موجودين في دوائرهم بنعمل مقابلات شخصية سيفيهات تنسيح عن داتابيز محترمة جدا عن مجموعة كبيرة جدا نقدر نخود بيهم تجربة وانتخابات المحليات تدعمهم طبعا اول دعم يا احمد هو الدعم التدريبي يبقى فاهم يعني ايه محليات يبقى عندنا فاهم يعني الدولة حوو واجباته عفوا حوو واجباته حوو واجباته زي ما حاك قلت واللي اكتر من ده ان نادي المدربين الرؤية بتاعته لو احنا احنا ما عندناش تدريبات بتخلص احنا على طول مازلنا في تدريبات مستمر ومنقش القوانين مستمر واللي اكتر من ده ازاي تقدر ودي بنحط تحتها برضو مليون الف خط ان انت المواطن عنده مشكلة ما تتحكش عليه فالنادي المدربين دايما بيشتغل مع السادة النواب او اعضاء التنسيقية ان انت لازم تجري على حال مشكلة المواطن لازم تبقى شايف الشخص ده هو راح لأكتر ومن واحد قبليك او لو اول مرة حتى يجيلك كيانا هيفضل ماشي مستمري في نجاح لو لقى ان النواب التنسيقية واعضاء التنسيقية بيحلوا مشكلهم لو لقى في اختلاف ولو ده ما بيحصلش يبقى انا اسف ان انا اقول الكلمة دي يبقى احنا بنتحك على الناس واحنا عمرنا ما هنتحك على حد احنا شباب عايز يشتغل شباب عايز يقدم جديد شباب فعلا متطوع بيقول للمواطن احنا في ظهرك احمد في الحقيقة كان مهتم جدا بشباب الجامعات من زمان او يمكن من زمان فعلا جدا طبعا انتني النهاردة ان بسانت بتشتغل في العمل المجتمع اول ما بعرف المجتمع بسال يعني عايز اعرف منك ازاي انتو كشباب في التنسيقية وازاي كمان كنواب في مجلس الشعب بتستعدوا للحوار الوطني ولو في مقترحات قتمتوها للملفات اللي هيتم منقشتها اولا التنسيقية فور اعلان سيد الرئيس على الحوار الوطني اعلانت اصدار البيان وعلنت فيه ترحيبها وعملنا ارسلنا المحاور اللي اتفقنا عليها بشكل ديمقراطي بنا وبن بعض يعني لازم نفهم ان التنسيقية تعمل باطار ديمقراطي يعني انا باقترح محور كذا وباقترح وازاميل باقترح محور كذا بنقعد ونطوافق قبل ما نقول هذه هي المحاور اللي هنتناقش فيها سواء بقى الاقتصادي او الاجتماعي او كان السياسي وبناخد رأي الناس كلها بالتساوي ما فيش حد بيحجر على رأي الاخر يعني انا ليه رأي ووجهة نظر في قضية ما زميل احمد محفظ الالقاب ليه رأي وجهة نظر في قضية ما الرأيين بيتحطوا يعني هو ده السيستم بتاع العمل احنا كيان شبابي ويعني كيان معروف فطبيعا احنا تلقينا دعوة وطبيعا احنا نرحب باي حاجة هتفيد الدولة المصرية وهتفيد وترجعنا تاني للتماسك حلف 30 يونيو وبناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة زي ما قال السيد الرئيس فطبيعا كلنا هنعمل كل المساهمات ونبذل اقصى طاقة عندنا عشان هذا الحوار يكون نجح وان الشباب يكون لهم دور فعال وواضح فيه والشباب قادر احنا موزك كده دايما عليه على ما تستفهم مكتبارات هايقدروا ولا مش هايقدروا التحديات اللي قدامنا كتير كتير جدا اه فالك احنا رحبنا بالحوار عملنا القليات التنظيمية المعتادة اللي بيننا وبين بعضنا مارسنا ديمقراطية في التوافق على المحاور كل الزملاء كل الاعضاء سهموا كل سهموا على الموقع اللي احنا عملناه عشان خطر نختار منه مفيش حد ما قالش رأيه واللي امتنع براحته واللي قل براحته بس نسبة المساهمة كانت كبيرة جدا ونسبة اوراق العمل اللي اتقدمت لنا كانت كبيرة جدا يعني انا عايز اقولك كثيرة جدا يعني مش عارفة نخلص عاجات دي كلها يمتع يعني احنا محتاجين 4-5 حوارات وطنية وارا بعض فزاي معاهدنا دايما منوكو يعني العمل الصعب والتحدي دايما انتو بتكونوا قدوي اي مذاكرة احنا بتقول مذاكرة زي ما بيقولوا احنا مسمينا كده على فكرة الشباب اللي بيذاكر فاحنا في الحوار باذن ربنا اول ما تبدأ الجلسات بتاعته والامانة الفنية تحدد الامانة الفنية تحدد شكل الحوار لان التنظيم قائم لكن احنا في انتظار تشكيل الامانة الفنية اللي هتكون من 15 والمحاور هتتقسم ازاي وزينا زي كل الاحزاب السياسية والمؤسسات الاعلامية والنقابية اللي قدمت مكترحات لسه هم بيدرسوا يعني انا عايز اقولك كمية المكترحات الراحة كبيرة قوي يعني انا لو انا محتاج جيش عشان خاطر اخلص هذه المكترحات اللي اتقدمت وفيه ناس اقدمت اوراق كتيرة جدا واوراق باللي هيتناقش ساعة الحوار يعني هم طلبوا المحاور لكن فيه ناس بعت التصورات متكاملة وهذا عبق على الادارة المعنية بالحوار يعني الحوار هو محور ونقاش ونتيجة هذا النقاش بنطلع تصور يعني لكن احنا بنتمنى التوفيق للاكاديمية الوطنية في ادارة هذا الحوار وبنتمنى التوفيق للشباب بزميلنا اللي هيشاركوا باذن ربنا سواء من احزابه سواء عبر احزابهم او عبر التنسيقية او اي ان كان الشكل اللي هتحدده الامانة الفنية واخنا بنتمنى التوفيق ليكم جميعا والتنسقية شباب الأحزاب والسياسيين بشكل أكبر وشكل عام لأن يمكن يعني ما فيه شك أن فكرة أن المشاكل لا يمكن أبدا أن تحل بنفس طريقة التفكير اللي أوجدتها وتسببت فيها في يوم العيام ويمكن من هنا كان إيمان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الشباب ودور الشباب في البناء وفي التغيير وكونهم ركيزة أساسية لتغيير كل ما يحدث على أرض مصر وأنتم كتنسقية شباب أحزاب والسياسيين قدرتم أن تكونوا رقم فاعل في المعادلة السياسية ودرتم أن تغيروا تقدموا سياسة بمفهوم جديد أولا ثم برلمان بمفهوم جديد فكل التوفيق معالي النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين معالي النائبة مرسيل السمير أمينة سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأيضا عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ومشكرك أحمد ومشكرك بساند شكرا لكم جعمل أزائنا ورطونا منشكركم على شرحكم الوافي لكل حاجة احنا كنا بالحقيقة عايزين نعرف